لا تزال قضية الاعتداء على قناة الجديد واتهام المحطة لرئيس مجلس النواب نبيه بري بالوقوف وراء الاعتداء تتفاعل فبعد كلام رئيس مجلس إدارة الجديد كرم خياط عن مسؤولية رئيس المجلس النيابي عن الاعتداءات المتكررة على المحطة تقدم بري بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية بواجه كل من تحسين وكرم الخياط وتلفزيون جديد ومريم البسام بجرائم الافتراء الجنائي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقطح والذم والتحقير على خلفية ما تم بثه والتصريح به هذه الدعوة قابلتها دعوة تقدمت بها قناة الجديد أمام النيابة العامة التمييزية بواجه حزب أفواج المقاومة اللبنانية ممثلا برئيسه نبيه بري بجرائم التعدي على الحرية وإذاء عن قصد وتهديد وتواعد بالقتل وقد عمد النائب العام التمييزي بإحالة الشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية لاستكمال التحقيقات وكشف الفاعلين وصولا لإنزال أشد العقوبات بحقهم